لا مهاجم تيل أوي بص بصراحة أكلمكم بصراحة شديدة والله لو نبص على المهاجمين دول ومع كامل الاحترام طبعا لكل المهاجمين الموجودين دلوقتي سماجم بيعاف يلعب براسه يعرف يلعب برجله اليمين يعرف يلعب برجله الشمال يعرف يفنش بشكل كويس هياك كده التفاصيل يعني لما كان أحمد جافر بيلعب ما كناش بنحس بها من كتر المهاجمين الكتير الكويسين بس دلوقتي بقينا يعني بنتنشأ على مهاجم تيل زي الكابتن الكبير كابتن أحمد جافر اللي بيشرفني للوقت يا كابتن أحمد مشرف ومنور حبيب يا كيمو وسعيد ومفسطنا موجود معاك نكون أول مرة وكابتن المفروض من فترة يعني الحمد لله يعني وسعيد ومفسطنا موجود معاك النهاردة من الناس اللي ما شاء الله عليها يعني حبيبي شرف إنك مشوار دا حققا في الإعلام إنك راجل بتقدم محتوى كبير جدا حبيبي تشرف وتنور حبيبي الأول بقى أقول لي بتعمل يدي دلوقتي حكاية موضوع الإمارات دا والكسة دا عشان الناس كتير ما تعرفهاش موضوع الإمارات دا هو جاء عن طريق مستثمر مصر يعني وخد عقد من نادي الزمالك عشر سنين وعمل نادي في الإمارات وكده وطلع رخصة بتاعته كان لسه الدرجة الثالثة عندهم لسه بتبدأ لسه عملينها جديدة يعني في الإمارات وكده فنلعب بالدرجة الثالثة يعني بتلعب بالدرجة الثالثة مع نادي الزمالك اسم نادي الزمالك في الامارات نادي الزمالك الاماراتي هو حتى الشعار بتاع النادي واخدين طبعا اللوجو بتاع نادي الزمالك طبعا هنا بس الشعار نفسه اللوجو نفسه هتلاقي عليه عالم الامارات وعالم الزمالك بس دي فكرة حلوة طبعا استثمار وفكرة عظيمة فكرة انه يبقى الزمالك موجود في دولة عربية التوسع للأنديا المصرية حتى مش شرطة تبقى موجودة هنا ليه في مصر بس الاندياة المصرية كلها في الخليج. ده الطبيعي يعني بتاع الاندياة كلها في كل حتة. اه اه زي ما قولت لك هاكمو قبل ما نبدو الحلقة. اه اه ليد زينات عنده فرقة هناك كانت معانا في نفس المجموعة. هايل. وصعدت هي الفرقة الوحيدة اللي صعدت لقيني الفرقة يعني عاملين ما شاء الله مهتمين بيها وعملين فرقة محطرة. وصعدت بفرقة دي منكم. بومت. بومت واحد. بومت واحد. يعني ليد زي صعد على المستويات بصراحة. فجينا باللعيبة وبمستويات المستويات عالية جدا يعني. والقوام الاساسي بقى بتاع التشكيل اللعيبة مصريين لعيبة اماراتيين. اه اه لا كان اه تسعين في المئة منه مصريين. احنا كنا كنا مصريين. وكان معانا اتنين افارقة وكان معانا واحد اماراتي. اه. بس الاغلبية التشكيل كان يعني بين الافارقة والمصريين. والمصريين دول من نادي الزمالك? اه في كان فيه اتنين اللعيبة في نادي الزمالك أو ثلاثة منهم عبدالوارس كان منتصاعد فريق أول ومحمد أهاب كان فريق 2003 برضو زمالك ومنتخب مصر الدول الاتنين كانوا فلاس زمالك وفيه بقى المصر البورسعيدي وفيه الداخلية وفيه حسام حسن برضو زمالك كان فيه كذا لعيب من نادي الزمالك من نادي الزمالك طيب نادي الزمالك ايه بقى الحكاية في نادي الزمالك يعني ايه يخسر مطشين وارا بعض يعني جمالي الزمالك وجمالي الزمالك نفسها حاسة انه نادي الزمالك بيخسر عن استحقاك يعني ما فيش مثلا تقول سوق توفيق ما تقولش مثلا انه كان فيه أخطاء تحكمية لا فيه خسرتين كانوا مستحقتين سواء قدام امبي او طلع الجيش ايه المشكلة من وجهة نظرك انا شايف المشكلة من فترة مش مش من المطش امبي او من المطش الجيش مش الخسارة دي الفكرة دي لا ايه ايه طبعا انت كنت محتاج تدعيم بشكل كبير بس برضو اللعبة دي هي اللي اخدت دوري واللي هي اللي نفست وهي اللي جابت البطولة وهي اللي اخر عشر مطشات السنة فاتت هي كسبانها كسبانها تقريبا تمانية من عشر مطشات امم فدي برضو دي مشكلة دي مشكلة ان انت برضو القوام ده هو اللي كسب صح ففين المشكلة في الموضوع انت عندك المفروض تدعيمات طبعا وشوية لعبة لازم تجي في مراكز معينة بس برضو زي ايه مش بالاداء ده ايه الاماكن انت شايف فيها نقص في نادي الزمالك يعني انا شايف طبعا حتة البقرة ايه حتة المساك عايز اتنين ماينفعش تلعب في اتات اربع بطولات بتلات مساكين بس ما قدر الله عندك واحد تصاب اه هتلعب اتنين لو واحد اخد كارت احمر ولا حاجة شغرة هتجيب مساكين منين تلعب لو بتلعب في افريقيا هتبقى هتبقى مش كبيرة جدا يعني محتاج على اقل راس حربة يكون تارجة عالجون اعتقد ان هو ابوكا يمشي مع ناس الزمالك شايف الان ستايل اه يعني انا بشوف ان لعب كويس جدا ويه ابوكا مهاجم امبي اه اه ما شاء الله يعني اه بشوف عايز لعيب رقم عشرة عايز هاف برضو مع مع سواء بقى بن شاري قاعد او موجود لازم تحتاج هاف برضو بحيث ان هو حتى لو مستوام اه بن شاري اه لو بن شاري مش تشايف مين يوم ناسب انا بقى اشوف رمضان صبحي بصراحة او محمد ابراهيم اشوف اللي اتنين اميز اتنين في الجوزء ده في ماصر يعني اه محتاج دفندر جنب طرق حيامد برضو لو طرق موجود وامام عشور موجودين فمحتاج برضو رقم ستة طيب فرصة افتح معاك موضوع رمضان صبحي واننا عاديل من دردش دردشة حلو رمضان صبحي وجوده في نادي الزمالك وهو بياخد مرتب كبير في الراتم بتاعه كبير وانه بقى له فترة يمكن شوية بعيدة عن المستوى الطبيعي بتاع رمضان صبحي هل ده ما يعملتش مشكلة ما عملتش ازمة في الزمالك ولا الزمالك يقدر يعوض الامور الملايه ديت وما فيش مشكلة عند بقى اللاعبين لا هتبقى في مشكلة طبعا هي الكرة طبعا فيها في رؤية طبعا بس مش هيبقى فيها في رؤية كبيرة جدا يعني طبيعة هتقرب كله من بعضه لانه عشان ما يحصلش يجاب كبير جدا في الفرقة او يحصل مشاكل على كده يعني بس انا شايف رمضان لا مفيلي ناس الزمالك جدا هو محتاج ناس الزمالك دعم جماهيري جمهور يبقى في ظهره هو لما بيعد على الاهل لما مش من الاهل طبعا جمهور الاهل ضغط عليه بشكل كبير جدا والساعدة قد رمضان عقلته كبيرة يعني انا شايف ان هو لعب ناضج جدا وبيفكر بطريقة احترافية انه هو دايما دماغه بر يعني شايل حطة الجمهور دي من دماغه خالص يعني طيب عايس اعجب بقى على خط هجوم ناضي الزمالك عمر السعيد و سيف الدين الجزيري عمر مجتهد ولعب جيد حتى لما كان بيخرج اهلاء كان بيقدي بشكل كويس جدا سيف الجزيري هو مهاجم منتخب تونس وكان هدف بطولة عربية اين مشكلة؟ يعني انت انا و بتكلم على الافراد فالافراد شكلهم كويس بيلعبوا كويس هل هي مشكلة ستايل لعب هو مستيل لعب بتاعهم ما بيلاقش على طريقة لعب نادي الزمالك ولا هي مشكلة فردية من عندهم هم لا ما بيعيد بقى لهم فترة يعني سيف تقريبا من ساعة ما رجع من البطولة العربية وعلى فترات ماتش كويس تلاتة لا ماتش كويس تلاتة لا فدي دي المشكلة عنده هو مش عند المشكلة تبقى عند اللعيب مش عند الفرقة طبيعي من طبقه ما شاء الله سيد زيز الفرقة حتى لو وحش هو ما شاء الله مستوى سابق فهي المشكلة تبقى عند اللعيب نفسه مش عند الفرقة اه عمر برضو لما طلع كزا يعني لما طلع الجونة وطلع وكان في الانتاج الحاربي وكان في دجلة كان ما شاء الله مكسر الدنيا صح والزمالك رجعوه بناء على انه كان مكسر الدنيا في الجونة مزبوط فلا في حاجة غريبة بتحصل يعني بس انا بشوف برضو سيف مش تسعة زي عمر يعني سيف كان في المقاولين هكيمو وكان في طنطة قبل كده قبل المقاولين كان دائما بيتحرق على الجناب وبيجي من برة مع كابتال عماد بن حاسي ممكن كميته كتماشى مع كابتال عماد شوية مزبوط اه فبشوف ان هو بيتحرق على الجناب اكتر من عمر شوية اه عمر تسعة اكتر عمر فروت صندوق اكتر اه اه ممكن بس عمر ان كده حتة قلة اللعبة شوية او ده بيلعب مطشين ده بيلعب مطشين وبرضو لان طبعا انت فرقة بحاجة من يدات زمانك مش هتصبر على 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 فروت يقعد مطشين تده مش كويس او او ما بيجيبش جون على القلب صح فهي دي المشكلة دي عندهم مشكلة كبيرة جدا ان هم بعيد حتى عن الجون مسلا يعني مفيش يعني هدف الفرقة سيد زيزو مم فروت نتزمانك طبيعا انه يبقى هدف الفرقة ده طبيعي يعني طبيعا ان فروت نتزمانك بقى هدف الفرقة مم لو مش هدف الدول لو مش هدف الدول ده ابسط الامور انا هبولك يبقى يعني لو زيزو جايب عشرة يبقى هدف الفرقة جايب تلاتة شهر بعتصر رجوع صحية طيب هل هي مشكلة زمالك بس ولا هي مشكلة في المهاجبين في مصر كلهم وزي ما كنت بقى قدمك من شوية انه زمان كنا بنقول مثلا ايه ده فيه في الدولة مصر احمد جعفر وكان فيه عبد الحيم علي وكان فيه حسام وكابتل حسام حسن طبعا وكان فيه عمد متعب وكان فيه عمر زاكي يعني عارف انت ومحمد فضل وسام حسني الكلب هتقد فيه انت متخيل انت فاهم ده دول ايه ده انا بكلمك دلوقتي على علي وزي مالك ده احنا لو بصنا على بال امديك انا هتلاقي بمجد عبد العاطي وهتلاقي كم اسم كمان من الممتزي المشكلة انه بقى فيه ازمة كاملة في الكرة المصرية انه تيجي تقول حتى انت لما فكرت في مهاجب دلوقتي ممكن روح لزي مالك قلت ابوك مش مصري اه ما بتصبر يعني مثلا الزمالك عنده اصمى فيصل هو ما عندهش صبر اللي يصبر على اسامة انه يبقى كويس او يطلع وبعد كده هيقدر يفيد النادي بعد كده زي ما مثلا عمام مصطفى مصطفى طلع دنطا وطلع جيب معانا الجيش رجع ما شاء الله الزمالك بقى كويس جدا فانت عايز اللعيب الجاهز اللوقتي في الاندية الكبيرة سواء في الزمالكة او في الاهل عايز اللعيب الجاهز والفرود الجاهز اللي خلاصلك ماتش فدي عادة بالسلبة على كرة مصرية مش على الفرودة كلها في مصر يعني ده النهاردة لو بتجيب فرود منتخب مصر هتجيب مصطفى شوية حتى هو بقى له فترة ما بيلعبش مصطفى يعني تقريبا هتحط المصطفى 70% هتفرود في مصر مثلا ما فيش بسم على فترات بقى له فترة يعني بيحاول فترة اخيرة بيكتهب بشكل كويس بعد كده حتى حسام لما كان في سموحه ما شاء الله كان مكسر الدنيا لما راحل اهل الراجل بقى له موسم بيلعب ما بيلعبش خالص بينزل يا دب اه اوقاته ليلة جدا فرق معاقف مستوى برضو فانت لما تيجي نهاردة يا كريم تدور على فرود لمنتخب مصر او فرود تاني تاني مسلا منتخب مصر ما فيش فرود ما فيش فرود تدور للمصر هيتضام لمنتخب مصر محمد شريف حتى محمد شريف بفترة اخيرة برضو بعيد شوية مصطفى بس بدأ يرجع يعني حي غريبة جدا بس برضو محمد شريف ما بشوفوش فرود تسعة يعني مسلا ما تيجي لحب في بطولة افريكا منتخب بلعب تصفى بطولة افريكا هتلاقي برضو مش هو اللي هو القوي اللي هيلتحم في الهواء زي مصطفى مثلا اللي هو بيخبص في كور العالية وبيحجزه زي ما شوفنا مصطفى في البطولة دي والله كويس مروان خامة كويسة وبالا اشتغل على نفسه فترة اخيرة بس مروان مش برضو بحس انه بيطلع بره كتير يعني مش فيه صندوق برضو اللي هو يجيب لجوم في اي وقت مروان بيحب يتحرك على الجناب كتير طب مش الصندوق دي فكرة الصندوق دي يعني على ايام ما كنت بتلعب وانت كنت يخلصت كنت معنا قريب يعني بس حينا نتكلم في اخر سنتين تلاتة حصل تطور كتير قوي في الموضوع بتاع المهاجمين يعني ما كنت بقاش مطلوب من المهاجم اللي بقى في الصندوق بقى مطلوب من المهاجم انه يتحرك كتير ينزل كتير ياخد هو اللعب ويسيب الزماني يتحرك هل ده تغيير في طرق اللعب هل مخليها عندنا او مش عندنا مهاجمين نوعية مسلا الاسماء الكبيرة انا كنت بقولها من دي شوية هي طرق اللعبة طبعا بس انت عندك برضو محتاج فرق انت برشنه النهار ده لما كان بلعب غير فرود راح جاب مين السنة اللي بعدها جاب سوارز تسعة برضو اهو بتحرك بس تسعة فرود بيع في جيب دول نبعد ليه منشستر سيتي اهو مكسر الدنيا راح جاب هلند بقى التسعة برضو لازم يقى موجود لازم يقى موجود النهار ده هدف هدف قبط الأوروبا مين والدول الاسباني صحيح بنزيم تسعة فطبيعي فرود هو فرود تسعب فارق بغد نظر عن طريقة اللعب انت لازم محتاج نفترض ان تلعب فرقة جيم دفاعي فانت عايز فرود من اقل من اقل فرصة يجيب لك جوني يخلص لك ماتش طب ده دي الحاجة العريطة ان احنا ما عندناش مواجم جامد يعني في الصندوق بس في النقطة تانية بقى اعرض شوية الفرص السهلة يعني كل اللاعبين بقى حتى الجناحات وحتى المواجمين وحتى اللي في النص يعني النهاردة في ماتش الاهلي فيه 12 فرص هنا و12 فرص يعني فرص يعني ماتش منفعش يخلص 0-0 ماتش يخلص 3-4-4 وكله بيضيع كله بيضيع ايه المشكلة برضو في موضوع تضياء الفرص السهلة دي ما دي برضو بترجع بس انا عشان عجبني الدرداشة معك فبفتح معك مواضيع كان نفس افتحها من بل مواضيع عريضة شوية ما دي بترجع لصقة اللعيب وبترجع برضو لتمرين العقور انا لما كنت مع كابتن حسام كانت عندي وجبة رئاسية ان انا كل يوم لازم اشتغل وجبة ما اطلعش من التمرين غير لما اشتغل عجون لوحدك لوحدة او الفرود عمتا دي بترجع برضو شغل المدير الفني ان هو بيجيب الهفواط والفرود دايما تشتغل عندك وجبة على اقل على اقل يومين في الاسبوع وتعطي في الاسبوع تشتغل عجون دايما انا كنت دايما معكبتن حسام لازم طول الاسبوع مش يومين بقى يعني انا بقولك يومين بل هو العادي لأ دايما طول الاسبوع لازم في تمرين عشر دايق بعد التمرين خاصة التمرين يخرج اوفارات شمال ويمين وشغل عجون من كل حتة في التمنتاشر ده اساسي دايما عينك عجون لذلك الفرود دايما بيحاس بجوم دايما بضهره يا دوب الحاجات الصغيرة دي الحاجات الصغيرة دي تفرق جدا ان انت في ثانية بتلف جيب جون وفي ثانية برضو ستقطع منك الكور فهي دي بتفرق فرود عن فرود دي دوري السنة دي شايف التنافس بين الاهلي والزمالك والبرامدس تنافس قوي ولا تنافس مسير وانا اقصد انه قوي انه التلات فرق اقوي جدا فعملين اداء كويس ولا شايفه مسير بس عشان النقاط متقربة لا هو مسير مش مسير ليه انت عندك الزمالك اخر مطشين خسر الاهلي اخر تهاتة اربعة مطشات بيتعادل بấyه بمثير مش اداء قوي يعني تريمعا في الكورة ل understandable بيتعدل اربعة مطشاتنا بيكسبش اه 3 عدلات و خسار والزمالك على الكام سنة برضو بيخسارش مطشانه والرباع فدى بقى chatter يعني مش خس بقى هو مسير بسъ على الرغم بص لكن لو فرقة قوية لا هتفرق بك طب وده مش فرصة انو بيراميد زبايب عنده طموح نيكسب داولة ده اللي انا قلت فيه بالسكواد اللي موجوده اللي عابل موجودة لازم يخش نفس بقوعة الدولة انت عابل انا قلت فرصة مين كمان فرصة انا شايف فوتشر كمان بقى قريب منهم في النقاط يعني يعني هو قريب بس فيوتسو عشان اتعطل في الاول شوية اه اتعطل نفسه في الاول شوية لو فيوتسو لو بالمستوى ده من اول مسلم لا كان زي انو بينافس في المراكز الاولى كان زي انو بينافس وبينافس عالدور الفترة الجاي كامل انو عنده برضو فرقة محترمة مع كابتان موجهات فن محترم جدا كابتان عالم اهر عامل شوية كويس جدا في الدور يعني بس انا بشوف بيراميد زليل لانه بيراميد زي كريمة عندك بيراميد ما شاء الله اجمد سكواد في مصر انت عندك فرقتين في بيراميد يعني لو شلت واحد هتحط واحد لو شلت اتنين هتحط التالت فالدكة بتعبيرها من زي ما شاء الله غير الناس مسلا تكون برا لسكور الناس اللي برا لسكور اصلا لاله زي ماك عايزينهم صح طب وي راعيك في المدير الفني لا اه لا مدار محترم جدا بس هو طبعا لسه راجل ماكملش يعني كسب مطشين وتعادل مطش اه اختياره اصلا خلفا للكابتان عام جليل ده كان اختيار سهيب من وجهة نظرك اه اختار كويس لانه راجل هنشغل معه قبل كده ومشي فاخر السيزون انا شايف انه هو اختار كويس المدارب كويس جدا وبيشتغل فكره كويس كرة على الارض وبيبدي حب يبدأ من تحت وهو عنده اللعيبة والامكانيات اللي هي تسمح لانه تعمل شغله طب الشيء بشو يذكر عودة فيريلا تتوقع معها نجاحات زي النجاحات اللي عملها قبل كده من السنة الجاية مش من دلوقتي ليه بقى مش من دلوقتي ده سؤال المهمة القايمة مقفولة كريمه هو ما جابش اللعيبة فرقه لما كان موجود ايو كان برضو ما جابش اللعيبة بس كان الزمالك فيه حوالي 30 لعيب ما شاء الله كانت ساعتها انا كنت ساعتها في امبي الزمالك جاب في السنة دي اه 18 لعيب 18 لعيب ما شاء الله منقم كل فرقه تاتربع لعيبة كويسين اللي فيه فكان عنده سقوات ما شاء الله فرقه كاملة وكانت عيما في عزو مصطفى فتحي خالد امر وباسم يعني مش عادي او احمد توفيق وعمر كان ما شاء الله كهربة. جالهم بعد كده لأ كانت فرقه ما شاء الله جدا. يعني فرقه اللو لم يوفق اه بالفوز بالدوري هذا الموسم لا تلومه لا طبعا ملموش ولا يرحن عن النادي. ولا يرحن عن النادي. اه ده انت جايبه لأ قدام مش جايبه للسنة دي. انت جايب هذا للس ferm. انت لو جايب السنة دي كنت هتمشيه بعد رائط الفات. صحيح. لو جايب السنة دي هتمشيه بعد رائط الفات على طوال. صح. اه. لكان انت جايبه للسنة الجاية بحيس ان انت هتجيب له بقى اللعيب اللي هو عايزها. وانت انت نفسك حتى قلت الزمانك عايز حوالي اتناشت اتشار لعيب يعني. بالسنة الجاية عايز اتناشت اتشار لعيب. على الال. طيب. الالي يكسب افريقيا? شايفو رعيب? طبعا. اه. طبعا. الالي فريق كبير طبعا. وشايفو ان يكسب افريقيا سهل يعني حتى لو مطش هناك يعني. اه. اللي حصل مع الالي في قصة المبارنة ايه دي رايكش هي ايه? اه بص انا معافش تفاصيل بالزبط. الموضوع الملعب. اللي عرفته اللي عرفته ان الناس خطبت اتحاده كورة. يعني الغلط عندنا في مصر مش الغلط عنده. خلاص يا بقى الناس ما عندهش اي غلط. طبعا اسمعت رأي من الكاب معلوش خطأ. ايه. ما تلومنيش لان انا خطبتك وانت مردتش عليا فخلاص. صحيح. لك الكاف لو كان غلطان بس غلطان انه خلا المباراة يوم تلاتين مش في معادة الاساس. بس. لكن هو الرجل انا انا رضا بعدتلك وانت اسم مردتش عليا. اه. فاردي انا هاخد الكرار لنا خلاص الكرار اللي موجود عندي. الناس اللي ردت عليها قلتها. اريدي هاخد الكرار بتاعها. بس. بس هو برضو عندنا مشكلة مثلا في الكرة في الكرة الافريكية الكريمة ان احنا حتى ما بنحددش. خلاص انت خلاص قلت النهائي من سنتين تقريبا مطش واحد. مم. فحدد بقى قبل البطولة اصلا نفسها اعمل قرعة. اه اه شوف الدول الدول اللي عايزة تستضيف المباراة النهائية واعمل قرعة واختر دولتين وراء بعض مسلا ده السنة دي وده السنة الجاية. زي 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 ما بتشوف اروب. بزرط. 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 وبعين انت 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 اللي تتحكم مش الاندير تتحكم فيك. مم. انت اللي تتحكم. مم. انت زي ما تقول اللي بتاع البطولة كلها. صح. فانت اللي هت تقول المغرب اللي هتنظم. مصر اللي هتنظم. ده السنغال اللي هتنظم. صح. فانت لازم تحدي الحاجات دي زي اوروبا. النهارده 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 لما كان المطش في النهاية في روسيا. على طول غير على طول. صح راح باريس. على طول. اه. ما عندوش اه التاني جاهز على طول. ولازم الملفات عندك ولازم الدول كلها تبقى جاهزة. بالمناسبة. بص هي هي المشكلة عندنا بقى فردك يا كريم ان احنا بنعمل حساب الاندية. مم. كتير. حتى في مصر برضو. بنعمل حساب الاندية. كتير. مم. انت طبيعي ان انا اللي هقول. مش انت لا تقول. مم. انا نهارده هلعب المطش بها هلعب المطش. مفيش حاجة اسمها تأجيل. مم. زي ما بنشوف في العالم كله. هو ليه احنا مختلفين دايما العالم كله مش فاهم. اه. وطول ما انت يعني ايه. بتدي للناس انه فرصة انه يعترضه او. خلاص. هيعترض كل مرة هيعترض. كل مرة هتجي تقوله. لأ هتلعب لأ هيعترض. اجل. اه. ولو سبت حد يفرد المرة دي التاني هيقولك تما فرد. اشم انت في الاول في الاخر. زي ما انا قلتك انت الليدر وانت بتحكم في كل حاجة. زي ما انت بتحكم في الدوري. وتحكم في. والتحدي الكرة هو بتحكم في كل حاجة. انا النهارده هلعب يوم ست. هلعب يوم عشر. هلعب يوم عشر. هلعب يوم عشر. الجدول هيبدأ يوم واحد سبعة. هينتهي يوم واحد سبعة. لازم. كل حاجة بتخلص مواعيد في العالم كله اللي هن. الناس فضل يقديه في الدوري في العالم كله. في كل بلد فضل في مطش. الميلان هلعبطش دوري. استيت هلعب مطش د صح. السيزن كله بيخلص فعلا كله الاسبوع ده تقريبا. بالزبط الاسبوع ده. انت لسه قدامك ادي ايه. لا لسه حمعناك حد اخر اغسطس. ده لو خلصت غير ما تشعر الكاس اللي بقى لها سنتين ما تلعبتش وراجعة دي كمان. صح. ده لو خلصتها. انت عارف. وغير توقف المنتخب. انت عارف ان انت عندك مشكلتين كبار جدا. انت هتفهمهم كويس كمان عشان انت كمان تحت. انو الانداء اللي صعدة من الدولة الممتاز دي هتقعد ثلاث شهر ما بتلعبش. يعني مستانية بقى الدولة الممتاز لما يتلعب انها حد تانية. دي خلاص صعد. وغير التاتة اللي هي. مش طرف تعمل صفقات. مش طرف تعمل ايه حاجة. موضوع ما نقولك. واللعبين اللي الانداء المصرية مثلا. واحد زي احمد جاسور ريان ده. معار مثلا. اللي عارب بتاعته خدس الكهرباء. عارب بتاعته خدس. هيقعد في البيت بقى ثلاث شهور على مدورة خلاص. انا بقولك فيه كاربات كتير كتلزم يعني يعيدوا حساباتها. يعيدوا حساباتها. لقدام. مش ما تبصش دلوقتي. لا لقدام. ايه لقدام. ما انت كده كلها ترقمات بتفضل. هتفضل السنة الجاية والسنة اللي بعدها على فكرة. لو ما خدتش كرار هتفضل ترقمات دي لسنتين تلاتة جيين لحد ما ما تيجي في وقت بقى اللي هو تضغط الدوري خالص وما فيش تأجليات وما فيش اي حاجة. ودلوقتي انا 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 موجة نظري. ما ينفيش حاجة اسمها التأجيلات في الدوري. ليه انت النهاردة الاندية كلها ما شاء الله اللي بتلعب افريقيا كلها معها المادة وتقدر بتجيب طيارة خاصة تسافر وترجع في نفس اليوم على فكرة. يعني بعد ما يروح يلعب الماطشة كريم تخلص الماطشة ترجع. صح. هتعمل دلوقتي الاستشفى في كل حتة في العالم. الناس بتخلص الماطشة بتعمل الاستشفى بتنزل. تالت يوم يلعبوا ماطشة عادة. يعني فكرة الارهاق دي ما انفعش تتقيل كسير. كان زمان بقى المادة كتقول ايه لا فكت بتسافر تمن ساعات وترانزيت وكان ممكن. دلوقتي انه هادة تقدر تاخد طيارة خاصة تروح الماطش. وترجع بعد الماطشة. حتى زي ما الاهلي عمل في ماطش اسطين. اللي هو بعد الماطش خلص رجع بالطيارة الخاصة. صحية. ما فيش حاجة. ما تقوليش بقى ان انا اجل واصلانا بلعب باسم مصر واصلانا بلعب. لا. كلها شعرات. انت بتلعبش باسم مصر انت اسمك. هاجبها في الزمالك. انت اسمك الزمالك المصري. مش مصري الزمالك. انت فهمني? لا. ما تقوليش انا بلعب بايوا بتلعب باسم مصر. بس اسمك. بربع عليك. النقطة دي عشان دايما جدالية جدا. بس هيبقى كل الاندية المصرية اللي بتلعب في ايه بطوات افريقية هي في اسمنا وفي اسم الكرة المصرية. طبعا. طبعا بس اسم البلب بيجي التاني. اسم النادي بيجي في الاول. ما بيقولش مسلا ايه مصر الزمالك. لا ده بيقول الزمالك المصري او اه الاهل المصري. انت فهمني? فبتقوليش بقى ان انا بلعب باسم مصر. انت ايه ببتلعب باسم مصر. طبعا. انا مع اخو زي الفول. طبعا. بس اه اه. خلاص انت عندك منظومة دوري. انا ممكن اصغالك بصيغة تانية. كده كده كل الاندية المصرية اللي بتلعب في افريقيا هي حقا تلعب باسم مصر. تمام. بس احنا كمان الدوري المصري ده هو اسم الدوري المصر. نحافظ عليه هو كمان. وبعدين غير الدوري المصري. اهو انا بعمل الدوري ده كله لي. صحيح. عشان في الاول في الاخر منتخب مصر. اه. طبعا انت منتخب مصر اه الفترة اخيرة الترتيب عمال ينزل والمستوى الضعيفة. اه. طبعا المواقضة غلط. مش يعني انت انت عامل المنظومة دي كلها عشان تفيد منتخب مصر. طب المنظومة دي كلها ميفيش منتخب مصر في الاخر. لازم نساعد بقى منتخب مصر. يعني انت في الاول وفي الاخر المنظومة دي كلها عشان ترجع تعود على المنتخب. طب ما انت المنظومة كلها ميفيش اصلا ماتش ودت لعب. طب ما انت ميفيش اصلا ماتش ودت لعب. طب ما انت بتساعدش منتخب مصر. انت زاعدت نفسك بترجع تاني للاصل تلحوار معك ممتع جدا حبيبك ايش كده انا فتحت معك تأيبا في كل المواضيع اللي يمين وشمات كابتن احمد شرفت ونوارتك تسعيد حقيقي والله انت كنت موجود مع النار ربنا خليكم ساعدوا ومصوطا انا موجود معك وان شاء الله تكارل تاني يا ربي خليك كابتن احمد كابتن كبير كابتن احمد جعفر كانضيفي في هذه الفقرة بعد الفاصل نستقبل احمد نجيب ومع شوية ارقام مهمة جدا خليكم معنا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله